السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة وبدون مقدمات في بعض الأحيان يظهر جفاف وتشققات في زوايا الفم والشفاه هذه التشققات هي علامة تدل على نقص فيتامين بي 2 قد لا يخطر على البال ما هو السبب إن أهم سبب لنقص فيتامين بي 2 هو لإكثار من تناول الحبوب المكررة والأرز الأبيض المكرر وكما أقول دائما الاعتدال هو الحل ليس المطلوب الانقطاع تماما عن تناولها إنما تقليل تناول الحبوب المكررة والأرز عند السيدات إضافة للسبب السابق فإن من أهم أسباب تشققات زوايا الشفتين والفم هو استخدام حبوب منع الحمل من الأسباب أيضا القولون العصبي ومشاكل جهاز الهضم وجميع هذه الأسباب تؤدي إلى نقص في امتصاص فيتامين بي 2 إذن تناول فيتامين بي 2 هو الحل لعلاج تشقق زوايا الفم والشفاة والأطعمة الغنية بفيتامين بي 2 اللوز من المكسرات لبن الزبادي والأجبان والبيض وكبدة الخروف أو البقر والفطر والخضار مثل البروكلي والأوراق الخضراء خس بقدونس جرجير كزبرة وجميعها غنية بفيتامين بي 2 والحديد والزنك من الأسباب الهامة لجفاف وتشقق الشفاة ولونها الغامق نقص فيتامين بي 5 وسأعطيكم الحل لعودة الشفاة الراطبة ووردية ولامعة الحل يكمن في فيتامين بي 5 الهام جدا لترطيب الشفتين وحمايتها من التشققات والجفاف ولحيوية الشفاة وزيادة ترويتها بالدم مما يعطيها اللون الوردي في الصيدريات يوجد جيل اسمه بانتينول أو بانثينول واسمائه التجارية عديدة لكن في كل دول العالم اسمه العلمي بانثينول وتركيزه 5% يتم دهنه على الشفتين قبل النوم بساعة وبعد مرور حوالي نصف ساعة تدهن الشفاة بمرطب للشفاة من شركة محترمة تختارونها أنتم طيب استخدمنا الجيل خارجيا لكن يجب علاج المشكلة داخليا أيضا فالسبب الشائع للجفاف الشفاة وتشققها وعدم حيويتها هو نقص فيتامين بي لذلك يجب تناول فيتامين بي مركب حب أو بي كومبليكس مكوّن من بي واحد و بي ستة و بي تناش هو مفيد للأعصاب وأيضا للتخلص من هذه المشكلة في الشفاة يتم تناوله حب صباحا و حب مساء لمدة أسبوعين ثم حب واحد صباحا لمدة أسبوعين أمر آخر هام هو ترطيب الفم والشفاة عن طريق شرب الماء حوالي 2 إلى 2.5 لتر ماء يوميا هذا سيكون مفيد جدا للتخلص من الجفاف الموجود في الجسم و واحد من علاماته تشقق وجفاف الشفاة ستظهر نتائج رائعة خلال 3 أيام من البدء بالعلاج و طبعا يجب الاستمرار بذلك حوالي شهر بعض الأشخاص يظهر لديهم فطريات في الفم واللسان تسمى القلاع أو السلاق الفموي حيث يكون اللسان أبيض اللون وتنمو هذه الفطريات أيضا في الفم على الوجه الداخلي للخدين وعند بعض الأشخاص تنتقل إلى المري وجهاز الهضم العلاج الطبيعي الأمثل هو الثوم وهو أقوى مضاد للفطريات وأيضا هو مضاد للجراثيم والبكتيريا لذلك ينصح بتناوله بشكل دائم فهو مفيد لصحة الجسم بشكل عام وصحة الفم واللسان بشكل خاص هؤلاء الأشخاص يجب أن يبتعدوا عن سبب رئيسي للمشكلة ومغذي للفطريات والكانديدا نعم إنه السكر وعليهم بتناول الأطعم الغنية بفايتامين بي والزينك وخاصة اللحوم الحمراء والأسماك والبيض بعض الأشخاص يشكون من حرقة وألم في الفم وتسمى طبيا بمتلازمة الفم الحارق معظم المصابين بها من النساء بعد سن الأمل وانقطاع الطمث حيث ينخفض هرمون الأستروجين هرمون الأنوثي وينخفض معه هرمون البروجيستروم بشكل أكبر وفي هذا السن ينقص عند معظم السيدات فيتامين بي 12 لذلك تظهر حرقة اللسان وينقص فيتامين بي 6 وحمض الفوليك بي 9 والزينك وبالمقابل يرتفع لديهن الكورتيزول وهوموسيستين ولذلك السيدات في السن الأمل يصبنا بشفاف الجلد وتظهر لديهن ثنيات وتشاعيد في جلد الوجه واليدين ويظهر عندهن جفاف في الفم وتشققات في اللسان والشفاة ونقص في إفراز اللعب ويكون الحل في هذه الحالة للتخلص من حرقة وألم الفم واللسان بتناول الزينك وفايتامين بي 6 وبي 9 حمض الفوليك وبي 12 وهذا يعيد التوازن للكورتيزول وهوموسيستين ويحسن مستوى السكر في الدم طيب ما هي أسباب تشقق اللسان وما هي الحلول عدد كبير من الناس يعانون من تشقق في اللسان البعض عندهم تشققات عرضانية في اللسان والبعض عندهم شق طولان على طول اللسان في المنتصف وأيضا تشققات عرضانية والمشكلة هي أن الطعام عند تناوله يتراكم في هذه التشققات والأخاديد ومن هنا يبدأ ظهور الفطريات والبكتيريا ورائحة الفم الكريهة خلال فترة تظهر بسبب ذلك تقرحات ويبدأ ألم اللسان وانزعاج في اللسان وخاصة عند تناول طعام مالح أو حار بعض الأشخاص لديهم تشقق لسان سببه وراثي الأشخاص الذين يتناولون بشكل دائم طعام مالح وطعام حار جدا أو طعام فيه كمية كبيرة من التوابل مع مرور الأيام يبدأ عندهم ظهور تشققات في اللسان الحميات الغذائية عالية الكربوهيدريت التي يتبعها بعض الأشخاص تسبب جفاف فم وتشقق اللسان وهنا يجب اتباع حمي منخفضة الكربوهيدريت عدد كبير من مرضى السكرية تكون من تشقق في اللسان بسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم وتظهر لديهم على اللسان فطريات وعدوى بكتيرية أو فيروسية وتزداد المشكلة في حال عدم ضبط مستوى السكر في الدم لذلك اهم شيء هو ضبط السكر في الدم والحفاظ على مستوى طبيعي من فيتامين بي والزينك من اسباب تشقق اللسان ايضا الاجهاد والتوتر وارتفاع مستوى الكورتزول والادرينالين والشخص العصبي والمتوتر يتنفس من الفم غالبا وهذا يزيد من جفاف الفم من الاسباب ايضا وجود نسبة عالية من الفلورايد في معجون الاسنان كما ان الاشخاص المصابين بحساسية او مشاكل في الانف يتنفسون من الفم اثناء النوم وهذا يسبب جفاف الفم وتشقق اللسان التقدم بالعمر يترافق عادة مع نقص فيتامين بي فيظهر جفاف الفم وتشقق اللسان من الاسباب ايضا مرض شوغرين او تناثر جوغرين المريض يصاب بخلل في جهازه المناعي ومن ضمن الاراض جفاف الفم واللسان بشكل شديد جدا وشفاف العين وعند المرأة جفاف في المنطقة التناسلية من اسباب جفاف الفم وتشقق اللسان ايضا مرض الصدفية والاشخاص المصابون بصدفية اللسان والاشخاص المصابون بتناثر داون تقريبا هذه هي اهم الاسباب التي تؤدي الى جفاف الفم والشفاة وتشقق اللسان طيب ما هي النصائح؟ الابتعاد عن الاطيم الحارة والغنية بالتوابل لتخفيف الالم تنظيف اللسان بالفرشات والمعجون بهدوء اثناء تنظيف الاسنان للتخلص من بقايا الطعام التي تسبب انتنات وفطريات وتخمرات ورائحة كريهة تناول مكملات غذائية واتباع نظام تغذية صحي ذكرته منذ قليل قد يحتاج الامر في بعض الاحيان اجراء صور اشعة وتحاليل مخبري لمعرفة وتحديد سبب واصل المشكلة ومعالجته اخيرا هناك وصفة طبيعية بسيطة ومفيدة وهي نقع اوراق النعناع في الماء حوالي 6 ساعات ويصف الماء بعد ذلك وتتم المضمضة والغرغرة به مرتين او ثلاث مرات في اليوم ويمكن شرب هذا المنقوع على مدار اليوم هذا سيكون مفيد جدا في تطهير الفم واللسان وترطيبهما وتحسين حالة اللسان والشفاء والفم انتظر منكم دائما وفي كل فيديو ان تكتبوا عن تجاربكم في المواضيع التي اطرحها واتحدث عنها ارجو ان اكون قد وفقت في تقديم الفائد لكم جميعا وارجو من كل من يحبني ويتابعني في هذا الفيديو وفي كل فيديو اقدمه ان يدعو لروح ام الحبيب الغالي ام نوار بالرحمة والمغفرة اعذروني لا يمكن الاجابة على العدد الكبير من التعليقات والاسئلة انا اهتم واقرأها جميعا واختار من اسئلتكم مواضيع هام وشائعة واسئلة متكررة واجيب عليها بفيديوهات شكرا لفريق الاعداد في قناتي واخص بالشكر زوجتي الفاضل الدكتورة اكابر خضور علي استشاري بالامراض الباطن والغدد والسكري واختصاصي بالتغذي والتي نعمل سويا في صناعة محتوى قناتي معتمدين على دراستنا وبحثنا المستمر كاطباء امراض باطن واخصائيين في التغذي دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو شاهدوا الفيديو اكثر من مرة واكتبوا بالتعليقات الاسم وفي اي بلد تعيشون وتقيمون احبكم جميعا عائلتي الجميلة عائلة الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته